بعد أكثر من نصف قرن من الزمان على الاحتلال تعقد محكمة العدد الدولية جلسات استماعاً بشأن التابعات القانونية للممارسات التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية الجلسات التي تعقد بطلب من الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري حول آثار الاحتلال وبرغم أهميتها إلا أنها أثرت العديد من التساؤلات حول ما تحتاجه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ليس فقط للإقرار بجرائم الاحتلال بل لوقف تلك الجرائم التي لم يشهد لها العالم مثيلاً في الحروب العالمية والنزاعات الدولية فعلى مدر أكثر من سبعة عقود خلت تعمدت دولة الاحتلال تجاهل قرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن بل كانت على النقيد منها تقوم بارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء وأكثر من خمسة ملايين لاجئ وعشرات الآلاف من الأسرى وجدار فصل عنصري وبؤر استيطانية كلها شواهد على ما ارتكبه الاحتلال بحق شعب أعزل لا يبادر بعدوان ولم يختصب أرضاً ليست له الجلسات التي تعقدها محكمة العد الدولية تأتي بالتزامن مع العدوان الوحشي لجيش الاحتلال على قطاع غزة الذي لا يحتاج أيضاً لتوثيق بعدما نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام حول العالم ووسائل التواصل الاجتماعي ما ارتكبه الاحتلال من فضائع وما افترقه من جرائم بالصوت والصورة وبينما تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية يتوق الفلسطينيون لسمع قرارات تدين الاحتلال ورؤية إجراءات على الأرض توقف الظلمة وترفع العدوان